السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتتبعي قناة تعليم الابتدائي الرائد كيف انتم وماكنت مننا ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير إذن يوم جديد ودرج الجديد نأخذ الجيد في الرياضيات منسبة المستوى الثاني ابتدائي ونأخذ صفحة رقم واحد وثلاثون وقوموا تعلماتي إذن قبل ذلك نخلي لكم رابط صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف مرحبا بكم سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك جيد إذن لاحظوا معي السمرين رقم 17 أحيط بالأزرق العدد الأكبر وبالأخضر العدد الأصغر إذن لاحظوا معي بالنسبة لبطاقة هذه فيها مجموعة من الأعداد أكبر عدد هو 400 وأصغر عدد هو 97 هنا لدينا السمرين رقم 18 أقارنوا باستخدام أحد الرمزين هنا لدينا أصغر أو أكبر لاحظوا معي أن الرمز بنسبة الرمز إلى كل العدد الأكبر يكون دائماً لوجه دياله مفتوح أمام العدد الأكبر والعكس صحيح إذن 339 لاحظوا معي أصغر من 346 لاحظوا معي أن الرمز لوجه دياله دائماً مفتوح أمام العدد الأكبر هنا لدينا 432 أكبر من 429 500 أكبر من 485 176 أصغر من 400 390 أكبر من 349 485 أصغر من 490 جيد نتمم التمرين رقم 19 وقارنوا باستخدام أحد الرمز أصغر أو أكبر أو تساوي لدينا 200 زائد 80 زائد 7 كم تساوي 287 هنا لدينا 200 زائد 90 كم تساوي 292 إذن لاحظوا معي أن 287 أصغر من 290 جيد جداً نتمم 100 زائد 90 كم تساوي تساوي 190 زائد 9 تساوي 199 تساوي 199 إذن العددين متساويين لدينا 80 رقم 20 أرتبوا تزايد الأعداد على الشريط 159 640 1935 817 إذن لدينا 100 159 640 817 935 جيد جداً أداعم مكتسباتي نشوفو التمرين الأخير نقرأ السؤال أرتبوا تناقصياً الأعداد ما معنى تناقصياً؟ أي من الأصغر إلى الأكبر وخا تناقصياً يعني عفواً يعني من الأكبر إلى الأصغر يعني أنا غادي أكبر عدد وأنا كنقص وخا أرتبوا تناقصياً يعني من أكبر العدد الأصغر عدد هنا لدينا 990 700 540 أصغر من 524 أصغر من 180 أو أكبر من 78 إذن دائماً عدد 990 أكبر من 700 أكبر من 540 أكبر من 524 أكبر من 180 وأكبر من 78 جيد التمرين رقم 22 رتب أحمد بعض لإعداد خطأ في الشريط ألاحظ وأعودها بالإعداد التالية لاحظوا معي هنا لدينا 400 630 810 سنحاول أننا نضعها في المكان الصحيح على الشريط هنا لدينا 146 347 العدد الذي يليه هو 548 أكبر خطأ فالعدد الذي يليه هو 400 ثم 490 500 510 ثم 352 ممكنش تجي بعد 510 ما يمكنش إذا العدد الذي يليه الصحيح هو 630 753 ثم 454 ما يمكنش يجي هنا يعني من نورة 753 إذا العدد الصحيح هو 810 ثم 855 ثم 856 جيد نسمي 182 رقم 23 تملك ياسمينو 400 درهم أضعوا الرمز أضعوا الرمز لمناسب أصغر أو أكبر مكان النقاط لحتوا معي هنا ياسمين لديها 400 درهم بالنسبة لهذه الألعاب وش تقدر وهل يمكنها شراء لعبتين يعني تشري جزء الألعاب من بين هذ الألعاب لعبة ديالطائرة تساوي 150 درهم لعبة أخرى تساوي 235 ثم 100 تساوي 222 درهم نحاولو نشوفو أشنا هما اللعبتين اللي تقدر تشري إذا لاحظوا معي هنا لدينا 235 زائد 222 نحاولو أنكم بديروا العملية أفقية دائما الوحدات تحت الوحدات والأشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات لدينا 0 زائد 5 تساوي 5 2 زائد 3 تساوي 5 و2 زائد 2 تساوي 4 إذن خارج جل هذا العدد هو 455 إذن 455 أكبر من 400 إذن له لاحظوا معي هنا لدينا 150 مع 235 لدينا دائما حاولوا توضع أنتم الوضع أفقيا أنا كنساعدكم فقط حاولوا توضعوا الوحدات تحت وضعوا الرمز زائد وضعوا الخط ثم تساوي وقوموا بالحساب 5 زائد 0 تساوي 5 3 زائد 5 تساوي 8 ثم 2 زائد 1 تساوي 3 والخارج جل المجموع هو 385 385 أصغر من 400 مصبع العدد 150 زائد 120 كذلك إذن 150 زائد 120 أصغر من 400 هل يمكن شراء لعبتين نعم يمكن لي ياسمين أن تشتري لعبتين اللي هما ماذا لاحظوا معي هنا الطائرة ثم الدراجة النارية مفهوم جيد جدا إذا كانت مننا أن الدرس اليوم كان واضح كانت مننا أنكم استفدون تلقى معكم إن شاء الله في درس قادم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر